موسيقى مساءكم سعيد ما الأولى نحييكم هذا عرض إخباري جديد ومباشر تجابعون في أبرز عنوين هذا المساء موسيقى الجنسة الختمية للدورة الستاحية الثانية والعشرين جامعة مليع الشريف بالرشدية تصلت الضوء على دور جرالة المقفول لها الملك الحسن الثاني في بناء دولة الحق والقانون موسيقى تأشيرة من أجل الموسيقى مهرجان بألوان موسيقية تسعى للترويج للموسيقى البديلة وتشجيع المواهب الصعيدة وطنيا إفريقيا وعلنيا موسيقى إنتاج النخيل بتقنية زراعة الأنسجة قيمة مضافة تمكن من تحقيق أصناف تمتاز بالجودة والخلو من الأمراض والروبرتاج من واحة أرفود موسيقى المغرب التطواني يفوز خارج ميداني على نهضة بركان بهدفين لواحد واتحاد طنجة ينتصر على ضيفه الشباب أطلس خنفرة برسم الدورة التاسعة من البطورة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول موسيقى أهلا بكم بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله برقية تهنئة إلى السيد ديزي ديلانو بوتاريس رئيس جمهورية السورينام وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده اختتمت اليوم بالرشيدية فعاليات الدورة الافتتاحية الثانية والعشرين لجامعات مليع الشريف بتقديم عروض ومدخلات سلطت الضو على دور جرالة المغفور له الملك الحسن الثاني في بناء دولة الحق والقانون وتعاطيه مع المحطات السياسية الكبرى بالمغرب حنان أرسلان ونورد النفحي محطة تاريخية هم عرفتها الحياة السياسية بالمغرب والتي قادها الملك الرحل الحسن الثاني بحكمة بالغة بناء دولة المؤسسات فصل الصلاة تقوية الوحدة الوطنية من حالة الاسثنى إلى التنوب التوافقي وتكريس الأمن القانوني والقضاء كلها رهانات رفعها الملك الرحل الحسن الثاني طيب الله تره لإرساء أسس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون تناول المساهمون في هذه الندوات بمدخلتهم موضوع الدساطير الخمس التي انشأها صاحب الجلالة الملك حسن الثاني رحمه الله وقاموا بتحليلها كما تعرضوا للفترة التي عاشها المغرب في حالة الاستثناء وأبرز إيجابيتها كذلك تحدث المتدخلون عن الحكومة التنوب التي كانت تطالبها بها الأحزاب المغربية كما تناولت هذه المداخلات العلاقة والتي كانت بين جلالة الملك الحسن الثاني والأحزاب الوطنية لإيجاد الحلول الصائبة للمشاكل القائمة مفهوم الأمن القانوني والقضائي من خلال دساطير المملكة المغربية من 1962 إلى 1996 والخلاصة الأساسية وهي أن هذه الدساطير كلها أكدت على هذين المبدأين الأساسيين ومن خلالهم طبيعت الحال شكله أرضية هامة قبل الدستور الحالي الذي أكد على هذين المفهومين الأساسيين متعلقا بحقوق ووجبات كل المواطنين في المملكة المغربية هذه الجلسة قدمت أيضا مداخلة بشأن المكانة الدستورية لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء مع عرض تجربة التنوب السياسي على عهد الملك الرحل الحسن الثاني مداخلات من بين أخرى أغنت أشغال هذه الدورة تطرقت مجموعة من العروض لحدات المسيرة الخضراء حيث حاولت أن تلقي الأضواء على مختلف الأبعاد الدبلوماسية والسياسية وكيضا تحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب في هذه المرحلة على مصر يومين قدم المتدخلون عروضا متميزة عن الشخصية العبقرية للملك الرحل الحسن الثاني والتي بفضلها كان المغرب رائضا في خوض عدة رهانات سياسية وتنموية جعلته نموذجا يحتدى به على الصعيدين العربي والإفريقي في ختام فعاليته بأجدير خرج المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج بتوصية عدة تهم خدمة القضايا القانونية والاجتماعية للفئة الهشة من مغربة العالم حجب تامك وامبرك زمان اختتمت أشغال المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج حيث خلصت مجمل المداخلات والجلسات التي نظمت خلال هذا الملتقى إلى الخروج بعدة مقترحات وتوصيات تهدف بالأساس إلى دعوة المحامين المغاربة بالخارج إلى التكتل في إطار جمعيات مع تعزيز دورها لخدمة الفئات الهشة من مغاربة العالم وتمكينهم من المساعدة القانونية والقضائية وكذل اجتماعية لسيانة حقوقهم المكتسابة قلاصة التي توصل إليها المتناقش ومشارك في المنتدى هو ضرورة فتح قانوات للتواصل من خلال وضع بنك للمعطيات القانونية وآلية إلكترونية تسمح لهم بالتواصل فيما بينهم لإضافة إلى نقطة جيد مهماتهم إحداث وتعزيز شبكة المحامين المغاربة المقيمة بالخارج ولماذا لا شبكة المحامين المغاربة العالم بما فيهم المحامين بالمغرب أكثر من ثمانين محامين من مختلف بلدان المهجر إضافة إلى محامين من داخل أرض الوطن شاركوا في هذا المنتدى من أجل التواصل وتبادل الآراء حول مختلف القضايا القانونية والتنظيمية لمهنة المحامات وسبول الرفع من هذه المهنة ملتقى في المستوى كان في المستوى لا من حيث تنظيم ولا من حيث الأوراق المطروحة والمداخلات وكان له دور كبير في أننا تعرفنا على مجموعة من كواكب القانون يعني اللي هما من أصول مغاربة سواء اللي سيعملوا خارج المغرب ولا داخل المغرب هو لقاء مهم للغاية خاصة وأنه يجمع بين المحامين من عدة دول بالعالم هو فرصة للتواصل والتعاون فيما بينهما خاصة مع المحامين المغاربة والإسبان كذلك أنا أشارك في هذا اللقاء لأول مرة حقا هو فرصة للمحامين المتمرسين في كل أنحاء العالم للتواصل والحوار وتوطيض أواصر العلاقة التي تجمعهم مع بلدهم الأصل المغرب إحداث وتحزيز شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج خطوة إيجابية ستمكن من تدارث مختلف الصعوبات الاجتماعية القانونية والإدارية التي تعترض الفئات الهشة من مغاربة العالم والاشتجابة لاحتياجات وانتظارة هذه الفئات تتواصل ببروكسل أشغال منتدى جلوبس فورم المنظم من ترف المنظمة الدولية لإعلام الأفريقي بالتعاون مع البرلمان الأوروبي من ضمن التجارب التي عرضت بالمنتدى التجربة التنموية بجهة الدخل وددهب كما التعريف بمؤهلتها بكارد ليمي ورشيدي كان تواصلت أشغال جلوبس فورم بالاستماع للقارة الإفريقية في قضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة عدد من التجارب الإفريقية العربية في مجالة مختلفة كانت موضوع العروض والمداخلات للمشاركين ناقشنا كلما كان في الدخل من استثمارات وتطور وكانت هناك أصداء جميلة وإن شاء الله ستكون لنا فرصة أن نلتقي قريبا مع البرلمس فورم في دول إفريقية أخرى بالفعل هذا المنتدى مهم جداً لأنه شكل فرصة للتحاور والتبادل حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقية من هذا المنطلق تمكننا من الوقوف على المشاكل الآنية وكيفية تتمين الجهود والبحث عن القنوات البديلة لإيجاد حلول ناجعة لإفريقيا تجربة الداخل ودي الذهب في التنمية من خلال المخطط التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ومخطط وبرنامج جهة الداخل ودي الذهب كان حاضراً ضمن اليوم الثاني من هذا المنتدى الأورو إفريقي هذه التجربة تمت الحمد لله استحسان من طرف الدول الإفريقية المشاركة في المنتدى والتي إن شاء الله عبرت عن رغبتها لإطلاعاً قرب عن هذا البرنامج لحل إشكالية التشغيل في القارة الإفريقية ينفذ المنتدى دوين على المؤهلات المتاحة في جهة الداخل والذهب وشرحنا الأفريق المشاركة معنا في المنتدى على المضعية المقاولات التي لدينا في الجهة Globus Forum هو فرصة جديدة للقارة الإفريقية لتبادل الخبرات والتجارب وإسماع صوتها للعالم عبر هذه المؤسسة الدولية الأوروبية يتصدر أخبار العالم ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم الذي استهدف مسجد الرغضة بشمال السيناء يوم أمس إلى 305 قتل من بينهم 27 طفلاً و 128 مصاباً بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أكد أن الهجوم إرهابي ونفذه حوالي 30 عنصراً ينتمون لداعش حداد وطني عام على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف أمس أحد المساجد لغرب مدينة العريش شمالي سيناء وصدمة قوية في أوساط الشعب المصري والرأي العام العربي والدولي جراء الحصيلة التقيلة التي أعلن عنها لضحايا الهجوم النيابة العامة المصرية أعلنت أن الحصيلة ارتفعت إلى 305 قتلى بينهم 27 طفلاً إضافة إلى حوالي 100 جريحة أنا عايز حل راد على الحكاية دي عشان مش كل يوم والتاني نشوف خطسه ده على القناة مش كل يوم والتاني نسمع الله رحمك يا قولاد مش كل يوم والتاني نسمع عيات مش كل يوم والتاني جدا بوقت زيه برد نحن مش عايشين في غابة وبخصوص الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم أعلنت النيابة العامة المصرية أن منفديه كانوا يحملون أعلام تنظيم داعش وأن عددهم كان يتراوح بين 30 وال40 مسلحاً قاموا بتفجير عبوة ناسفة خارج المسجد وبدأوا في إطلاق النار على المصلين وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري عن إطلاق عملية عسكرية وأمنية وسط وشمالي سناء حيث تم تعقب العناصر الإرهابية وقتل عدد كبير منهم وتدمير آلياتهم وحتى الآن لم تتبنى أي جهتنا المسؤولية عن هذا الهجوم البشع وتشهد منطقة سناء منذ العام 2013 مواجهات بين القوات المصرية والجماعات المسلحة واحد وثلاثون مهاجراً على الأقل قوحتفهم بعد أن غرق قاربهم قبلة السحر الغربي لليبيا هذا اليوم فيما أعيد نحو 200 من الناجين إلى ميناء في ترابلس وبحسب قائد في خفر السواحل الليبي فإن المهاجرين كانوا في قاربين أحدهما غرق وبينما حاول بعضهم السباح نحو الساحل جرأ إنقاذ 60 آخرين مع انتشال 140 جثة اختارت جماعة المعارضة السورية الرئيسية رئيساً جديداً لوفدها المفاوض قبل بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة والمقرر أن تدأ الأسبوع المقبل بجنيف جاء هذا الإعلان خلال اجتماعين عقدة في الرياض حيث تمسكت المعارضة بطلبها بأن لا يكن لرئيس السوري دور خلال المرحلة الانتقالية غير بعيد عن سوريا فتحت القوات العراقية اليوم جبتها الثالثة من محافظة الأنبار الغربية في طريع عمليات عسكرية أطلقتها لتطهير مناطق الصحراء من مسلحي داعش الذين فروا إليها بعد استعادة السيطرة على كل المدن والبلدات العراقية العمليات انطلقت بمساندة العشائر وطيران التحالف والجيش العراقي دولياً دائماً أكد الرئيس الأرجنتيني اليوم أنه يتعين إجراء تحقيق جاد وعميق في ظروف الغواصة المفقودة سانخوان التي اختفت منذ أزيد من عشرة أيام في جنوب المحيط الأطلسي وقد تعهد الرئيس بمواصلة عمليات البحث وببدل مختلف الجهود العصور عليها خلال الأيام المقبلة نعود للخبر الوطني وبمدينة الجديدة وتخليد لليوم الوطني للمؤلف نسخته الأولى نظم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لقاء لمناقشة عدة قضايا تتعلق بتعزيز حماية المؤلف من خلال وضع حد لكل الممارسات التي تمس بهذه الحقوق عبر الوسائل القانونية إبراهيم أفاق وأحمد الحمر يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمؤلف مناسبة صلت فيه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الضوء على القوانين المتعلقة بهذا المجال والإكرهات التي تواجه مختلف متدخلين من أجل حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتبار مدخل الحفاظ على الموروط التقافي الوطني هذه الشريحة الاجتماعية التي يوليها صاحب الجلال اهتمام الفائق حاري أيضا بالهيئات التي تمتل هذا المؤلف والتي تسعى إلى إحقاق حق المؤلف بصفة عامة أن تهتم أيضا نفس الاهتمام وأن تلي نفس الاهتمام لهذه الشريحة الاجتماعية التي تعتبر الحس أو القلب النابض بالحس الوطني بالقضايا الوطنية وأيضا ذاكرة هذا الشعب ذاكرة المغرب مناسبة دعا في الفنانون ومبدعون إلى تعزيز حماية حقوق المؤلف والتعاطي الجدي مع حقوق الفنانين والمبدعين من خلال التشاور والتواصل والتكوين والحرس على تطبيق القانون من المفروض أنه تكون واحد النوع من التوعية تكون واحد النوع من التواصل بين المكتب المغربي وبين المبدعين وبين أهل القضاء لأن هذا الأمر هو كله يتجسد في قوانين تضبط الكفية الاشتغال داخل هذه المنظومة مجموعة من جلسات ولقاءات ونقاشات عقدت على هامش هذا اللقاء بمشاركة مسؤولين يمتنون قطاعات حكومية وقضاة ومهنيين في مجال الفن والإبداع والهدف سيانة وضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الشأن الثقافي نبقى ونصدف الزميل عبد الرحيم بن شيخي والفسحة الثقافية الأسبوعية عبد الرحيم مساء الخير مساء الخير مريم بدايتنا ستكون الرباط أعتقد وموسيقية صحيح البداية من الرباط وفنانون من أنواع موسيقية متعددة حلوا ضيوفا على نصحة الرابعة من ملتقى فيزا فور ميوزيك تأشيرة من أجل الموسيقى عروض المتنوعة من سميم الموسيقى الإفريقية والشرق أوسطية استطاعت أن تجدب جمهورا واسعا من الشباب هو موعد سنوي يهدف إلى إشعاع الموسيقى الإفريقية وتعزيز الروابط التقافية والفنية عبدالله الشجر ودومينيك أورلوندو العود يتألق على منصة المصرح الوطني محمد الخامس بالرباط في تناغم مع الآلات الوترية الإفريقية عزف العود دريس الملومي كعادته يتحف جمهورا ملتقى فيزا فور ميوزيك أنا سعيدة جدا بكون المغرب يتوفر على مهرجانة من المستوى العالي والتي ترتقي بالموسيقى والفن وتشجع المواهب الشاب كذلك هي مبادرة حميدة لتشجيع الموسيقى المغربية والإفريقية وخاصة للفنانون الشباب تأشيرة لسفر بسحر إفريقي تدوب الحدود وينتفي الاختلاف وتغيب اللغة ويحضر سحر الموسيقى الملتقى فرصة للفنانين من المغرب وخارجه للتواصل والحوار واللقاء هو حقا حدث مرجعي بالنسبة للمنظومة الموسيقية في هذا الملتقى يجتمع الفنانون من مختلف أنحاء العالم الكل يعبر عن مكنوناتها يتحف الجمهور بمواهبها والعالم في حاجة إلى الفن نحن الفنانون سفراء للسلام سفراء للحياة ملتقى فيزا فرميوزيك سوق سنوي لموسيقى إفريقيا والشرق الأوسط وهو كذلك فضاء لإشعاع المجال الفني الموسم بالغنى والتنوع والهدف تيسير اللقاء والتواصل بين الفنانين والجمهور ومهني الصناع الموسيقية من مختلف أنحاء العالم 2003 رحل عن التشكيل المغربي محمد القاسم مصار فنان وحياة في الفن منذ الستينات كان القاسم عنوانا لإبداع مخالف ومختلف واليوم يتم التوثيق لتجربته الرائدة أربع ملألفات ستصدر قريبا تحت إشراف ندين ديساندر كما أعلن ليلة أمس في لقاء مفتوح الحسين الحنشاوي وأمين الشرقوي الراحل محمد القاسم أهم تجربة تشكيلية المعاصرة بالمغرب كان بوابة نمو البحث والتعبير وتحدي حدود اللوحة إلى ما بعد الإطار هو العابر الظاهر الخفي في لوحات من خلفه لذلك استحقت أعماله عملية توثيق دقيقة استمرت لسنوات وعمل تصنيفي عملت عليه النقدة وأستاذة طريق الفن ندين ديساندر كان يحبّد أن يخرج التشكيليون من محترفاتهم نحو مناح الحياة الأخرى وأن يتفاعلوا مع مشمعهم وسياسة بلدهم كان ينجز أفلام وجداريات وعروض رقص وفي هذا التنوع المثير لم يكن يلقى الفهم المناسب في الوقت المناسب القاسمي من معارضه الأولى بمكناس إلى بنا لبغداد ثم جرونوبل فمغامرة معهد العالم العربي بباريز محطات وقعها التشكيلي المغربي بقوة الرجاة ثم مد قنطرة مرور نحو جيل الشبع إنهم تشكيليوا التحول لأنهم ينتمون إلى دول الحوض المتوسط وسمحوا لأجيال أخرى بتعبير مختلف وهم متواجدون بكل الأقطع وأعتقد أن القاسمي هو من قام بهذا التورب المغرب وثائق حديثة حول رحلة حياة القاسمي اكتشفت حديثاً وتم ترقمنتها كي تكون جزءاً من أربع مؤلفات حول القاسمي مسار معقلاً أهم فنان اشتغل على فن العيطة ومارسه بدقة وحرفية نراقية الشيخ الفنان جمال الزرهوني لسنين طويلة وبإمكانية داتية أعاد قصائد الشعبية إلى الوجود بعد أن فقدت واليوم يفتح بيته أمام الراغبين في البحث في فن العيطة الحصباوية بآسفي لقاء وصمر مع الشيخ الفنان جمال الزرهوني في روبرتاج سعيد ريمة وسفيان الإبراهيم على أوطار العيطة تاريخ يتغنى بالبطولات ويؤرخ لأحداث القبائل وحركات الفرسان الجديد في العيطة وهو الهبش والنبش في التورات باش نحيوا العيوط الميتة حينا منهم الحمد لله ما حينا منهم احنا جبدناهم واحد العداد ديال العيوط اللي حيناهم كانوا ماتوا اعدادهم المرحوم بوحميد من الأموات والآن احنا في الترميم رحمت واحد العيطارها يلا خارج للوجود الجديد هي الواد الواد يلي ما عنده قواد ولكي لا يضيع موروث أصيل مغربي يحرص جمال الزرهوني على تلقين أصوله للشباب كان نشتاغل سنوات هدي في هاد الفن ديال العيطة اللي احنا ملوعين به وزاد وعنا به الشيخ جمال اللي استافنا منه الكثير والحمد والله وصلنا به لشي حاجة يعني ديالي ناك تخدمه به وانه ولا هو مصدر العيش ديانه شكر كثير كثير للشيخ جمال لانه وعطاه بزاف حياء وحد العيوط اللي ما كانتش بالنسبة لي أنا ما كنش كان عرفوهم صراحة كنش كان عرفو شي عيوط والفضل كيرجع لي بزاف والشكر لي بزاف كان بغي نشكر جمال الزرهوني اللي هو عمي كنشكره بزاف اللي استافت منه بزاف الحويج كبرت من وسط من العائلة في النياء هوسه بفن العيطة يتعدى الصهارات والمهرجانات إلى كل الفضاءات بحث وتنقيب دائم عن متون العيطة ورغبة في نقل عشقها للجيل الجديد إلى غاية العاشر من دجمبر القادم تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة الثانية للملتقى الميهني للتحف العتيقة باب مفتوح للإطلاع على فنون المغرب المعاصر وتثمين كنز مادي ناطق بأصالة مغربية متعددة المناحي ليل عسلي وأحمد الحمري تحف فنية عتيقة طوابع بريدية ومسكوكات شاهدة على فترات زمنية تنتمي إلى القرن الماضي تأخذ الزائر في حنين إلى السنوات الخالية عبر رحلة فنية ثقافية باستعادة ذكريات مناسبات خاصة تحف النموذجية يعرضها أربعون مشاركا ضمن فعاليات الملتقى المهني الثاني للتحف العتيقة بالدار البيضاء كان يهتم بجمع القطاع النقدية والأوراق النقدية خصوصا القطاع النقدية المغربية العالوية وما قبلها الموحدين والمرابطين والسعديين والمارينيين تحف اللي سنعرض جميع الأصناف كين مغربي نحن نركزون مع المغربي وكين أسيوي كين أوروبي ولكن الأكثرية تركزون على المغربي لأن المغربي يخصينا نعطي واحد القيمة كثيرة نحن نتخاو من هذه المعارض تقريب الناس الناس اللي تهتموا بهدشي والمواطنين اللي بيش تعرفوا على الترات المغربي والأجنابي حدث يعد بوابة الاكتشاف ثقافة وفنون المغرب المعاصرة تظاهرة تحتفي بهوات التحف والمسكوكات وعشاق اللوحات النادرة المعارض هذا يجمع ما بين التحف وطوال البريدية واللوحات الشكيلية ومنه كننخذ واحد ثقافة واحد تاريخ دي المغرب من هذه التظاهرة وهذا العارضي كل واحد يحمل معه وهذا معارض ثقافي أكثر من تجاري وهذا ويشهد الملتقى الممتد إلى غاية العاشر من شهر دجنبر القادم عقد ندوات فكرية بمشاركة متخصصين في المجال وإلى هنا تنتهي الصفحة الثقافية وأعود إليك مريم شكرا جزيلا لك عبد الرحمن من الشيخي أسعدنا وجودك معنا هذا المساء شكرا مريم نتابع مشاهدين أخبارنا بعيدا عن الثقافة وفي المجال الصحي حيث استفد قربة ألف شخص من خدمات حملة طبية في تخصصات مختلفة المستفيدون ينحدرون من عدة دواوير تابعة لجماعة بركين بإقليم أجرسيف وفاء لياقوبي ورشيد العتابي حملة استباقية لموجة البرد القارس التي تعرفها المناطق الجبالية في هذه الفترة من السنة أكثر من ألف شخصا استفادوا من الفحوصات والأدوية بدوار ابن مقبل وابن بويلول بجماعة بركين وهي منطقة جبالية نائية منطقة كيبتلك بعيدة ونائية هي محتاجة بزفل هذه القفيلة الطبية نحن جئنا لهذه القفيلة يعني هذه القفيلة كتنفعنا في هذه الوقت هذه المنطقة بردة وهذه القفيلة كتجي قبل ما يجي البرد هذه القفيلة كتستفيدون من هذه العيالات والدار الصغار والكبار وبهذه الشديد لبرد سيدنا الله يسجع تكلف على هذه القفيلة لكي تحضر هذه الشديد لبرد الحملة تشمله طب الأطفال طب النساء أمراض العظام والمفاصل الطب العام وبعض الأمراض المزمنة خصوصا المرتبطة بحالة التقص تستفيد حوالي من هذه الحملاء حوالي آلف شخص في ذلك طب العام طب الأطفال وطب النساء والتوليد وكذلك قياس الضغط نعطيه نصائح المواطنين لشتين هذه المشاكل التي تقع في هذه الموجة البدن هذه الانتوكسيكاسيون بالسيو دو وكان نعطيه أدوية نصائح المرضى كما ستشهد المنطقة قريبا حملة ثانية تشمل الأغذية والألبسة والأغطية خصوصا المناطق التي تعاني من العزلة خلال تساقط الثلوج المقاول ذاتي اسم قافلة ترمو تقديم الدعم والاستشارة المالية وغير المالية للمقاولين الذاتيين في مختلف جهات المملكة القافلة حطت رحلها اليوم بالرباط في رابع محطة لها بعد أغادير وجدة وفاس وهي بمثابة أرضية للتبادل بين المقاولين الذاتيين والفعالين العموميين والخواص بشأن خدمات الدعم وسلأي مغري وعرفة تحزوين كل ما يجب معرفة عن المقاول الذاتي وخدمة الدعم المالية وغير المالية هو شعار هذا اليوم التواصلي حول هذا النظام مبادرة تدخل في إطار التنمية السوسيو اقتصادية من خلال جشجاع المقاول الذاتي ووزغ فئة الشمعية جديدة نحن الآن في المحطة الرابعة لكي نتقرب أكثر من المقاولين الذاتيين دي المدينة الرباط لكي نتعرفوا عن الهمو عن الإكرهات وعلى التطلعات ونحاولوا أن نساعدهم على إزاحة ديالة جيات الرباط سل القنيت ركنت المحطة الرابعة لهذه القافلة التي تتوخى تحفيز المبادرة الفردية لإنشاء المقاولة قصد الحد من البطالة وتقديم بديل العمل المأجور في ذل إطار تنظيمي المقاولة الذاتية هي طريقة من طرق لإنسان بوحده سواء كان سن دياله صغير أو لحتى كان متقاعد إذا بغي يخدم في إطار قانوني تمشي الوحدة من الوكالات ديال أبناء المغربية ككل وتعطيهم البطاقة الوطنية دياله وتتسجل المقاولة الذاتية إذن خطوة لتشجيع المبادرة للستثمارية الحرة لكل الفئة العمرية الرغبة في خوض تجارب استثمارية فردية بإمكانية ذاتية إنتاج النخيل بتقنية زراعة الأنسجة مهمة يشرف عليها مختبر بأرفود ينتج أصنافا من النخيل تمتاز بالجودة وخالية من الأمراض وبالتالي تمور عالية الجودة ولذيذة المضاق من قلب الواحة بأرفود زيناءتلا من أونرد النفعي قبل أن تزهر الواحة ويتدلع رجون النخلة حين ينضج يبدأ العمل هنا في هذا المختبر بأرفود غرف للإنبات وأخرى للتعقيم تزرع الأنسجة وتمر عبر مراحل المرحلة الأولى كنا نضع مرحلة الإدخال ومرحلة تكتير مرحلة الاستطالة ثم التجدير اللي بعد ذلك من كي يكون عندنا نبتة عندها الأوراق دلها عندها جذور دلها ديك ساعة كيمكننا ندوز المرحلة الأخيرة اللي هي دل الأقلمة في المشاتل من نسيج إلى نبتة بوريقات وجذور تزرع بالمشاتل مرحلة أخيرة بعد أن غادرت المختبر حيث وفرت لها العناصر الغذائية بهذه التقنية نحصل على فسائل ذات جودة خالية من البيوت الذي يفتك بالواحة نحن اليوم بدينا نتجوها فسط الواحة ونعطيها الفلاح اللي في المنطقة بجودة عالية اللي تصداه الفسائل اللي موجودة في السوق الوطنية ولا الدولية واحات المغرب تتباه بجودة تمورها وحلاوة مذاقها وتنوع أسمائها كان المجهول كان الخلط كان بفقوس كان بيتجاج كان نجد كان بصليخ كان تارزاوة كان بسكرين يعتزم المغرب في أفق 2020 زرع ثلاثة ملايين نخلة وتوفر ضرعة فلالت سنويا 74% من الانتاج الوطني من الطمور في مضوع آخر عقد حزب الديمقراطيين الجدد بالضرب ضاء الدورة السادسة العادية لمجلسه الوطني هذه الدورة نقشت مستجدات الساحة السياسية والأليات التنظيمية للحزب حسن زكي عبرت فعالية حزب الديمقراطيين الجدد داخل هذه الدورة العادية السادسة لمجلسه الوطنية عن موقف الحزب تجاه مجموعة من القضايا الوطنية الراهنة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وكدام استجدات بعض القضايا الدولية التي تصب في مصلحته ملف وحدتنا الترابية أعضاء الحزب يسعون إلى تحديد مواقف الحزب في العديد من القضايا خاصة ما يتعلق به قضية الوحدة الوطنية هناك الآن مستجدات على الصعيد الدولي فيما يتعلق بمناهضة الحركات الانفصالية بأيض العنصر التاني يتعلق بتنامي مخاطر الارهاب الكل يعلم بأن المغرب انتاج مقاربة فعالة وأصبحت رائدة يحتدى بها من قبل مجموعة من الدول ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار في تعبئة المواطنين وتحسيسهم من مخاطر الارهاب كما شكلت الدورة مناسبة لمناقشة بعض الآليات التنظيمية الداخلية للحزب في مقدمة وضع اللمسات الأخيرة لعقد المؤتمر التأسيسي لشبيبة الحزب شهر مارس المقبل وكذا تشكيل لجنة تحضيرية للتهيئي لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب فيما تم شهر دجمبر من السنة المقبلة في الشأن الرياضي تم اليوم انتخاب المغرب رئيسا للكونفيدرالية الأفريقية لرياضة ركوب الموج في شخص محمد القدميري رئيس الجامعة جاء ذلك بعد الاجتماع التأسيسي للكونفيدرالية والمصادقة على القانون الأساسي وقد تم هذا الاختيار بإجمع الدول الأفريقية الأعضاء سعيد أنيس العربين هيري اجتماعات عدة سبقت اللجنة التحضير للالتحادات والجامعات الوطنية طيلة السنة كان همها الوحيد والبحث عن إطالي الإقليمي وحيد كل الجامعات الأفريقية من أجل الدفاع عن مصالح القارة وكذا ركوب موج التغييرات والتطورات التي عرفت هذه الرياضة على المستوى العالمي فكيف جاءت فكرة التأسيس إذن أخذنا على عاتقنا مبادرة من أجل تأسيس كونفيدرالية إفريقية لركوب الموج ولكن تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب جلال نصره الله لمشاء العمق الإفريقي ومشاء العمق الإفريقي فيما يخص المهيدة الاقتصادية والجتمعية ولما لا نأسسه ونقوي وحتى المجال الرياضي إن شاء الله والمغرب رائد في هذه الميدان الجامعة الملكية لركوب الموج أخذت على عاتق الإبحار في هذه المهمة التي تعد تكبير المساعي المغرب في إفريقيا وحضوره القوي في جميع المستويات لم الأسرة الإفريقية تحت كونفيدرالية مهيكة لكان ضروري لرقيب هذه الرياضة البحرية والسير بها قدما الأهم هنا هو الوحدة أولا والمساهمة في شرك فروق تحت لواء كونفيدرالية دون نسيان إنعاش رياضة السيرف على مستوى القاري وهذه هي التحديات الأولى أمام المكتب الكونفيدرالي الجديد الجامعة الملكية كانت من وراء تأسيس الكونفيدرالي الإفريقية التي تبقى مبادرة إيجابية وقد تم اختيار المغرب بإجماع الحاضرين رئيسا لهذه المنظمة القارية لولاة أولى وثمنت دول أعطاء المجهودات التي بدرت الجامعة الملكية المغرب من أجل إعطاء الانطلاق لهذا المولود الجديد آمنين أن يكون خير مدافع عن القارة الإفريقية بإقليم ترفاية الدنقلب وحافلة كانت تقل فريق ويداد آسفي لكرة القدم إناس إلى إصابة مجموعة من اللاعبات التي تم نقلهن إلى مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون لتلقي العلاجات ضرورية الفريق كان في طريقه لمدينة العيون لمنازلة الفريق المحلي النادي البلدي برسم منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم النسائية في الرياضة دائما وضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وعن الجولة التاسعة نجح فريق اتحى طنجة في الفوز على شباب أطلس خنفرة بهدف دون مقابل أما في مواجهة ثانية فقد تمكن فريق المغرب التطواني من تحقيق أولى انتساراته في البطولة على حساب نهدة بركان بهدفين مقابل هدف واحد التفاصيل مع ابتسام أدريس هي قمة أسفل الترتيب نهدة بركان والمغرب التطواني المعذبان في الصفوف الأخيرة يبحثان عن ثلاث نقاط تنعش الآمال لكن المواجهة أبت إلا أن تفرح التطوانيين بهدفين مقابل هدف واحد نهدة بركان كان الصباق للتهديف في الدقيقة الثالثة عشر عن طريق المهاجم الطوغولي فودو لاباكوجو الهدف لم يكن كافيا كي يفرض نهدة بركان أفضليته الفنية ويسيطر على أجواء اللقاء بعد أن تمكن المغرب التطواني من معادلة الكفة في الدقيقة الرابعة والعشرين بهدف جميل حمل توقيع المهاجم زيد كروش وبهذا الهدف انتهى الشوط الأول بالتعادل هدف لكل فريق خلال الشوط الثاني وبعد دقائق على نهاية اللقاء ينجح المغرب التطواني ومن ضربة الحرة في تسجيل الهدف الثاني وهدف الانتصار سجله اللعب حمزة الحسيني برأسية المتقنة لتنتهي المواجهة بفوز المغرب التطواني على نهض سبركان بهدفين مقابل هدف واحد ويحقق بالتالي أول انتصار له في البطولة وفي مباراة أخرى فرسان البوغازو بعد انفصالهم رسميا عن المدرب بادو الزكي واستقدام إدريس المرابط حتى نهاية الموسم انتظرتهم مواجهة قوية أمام فرسان زيان وكانت الغلبة لاتحاط طنجا بهدف نظيف بعد ثلاثين دقيقة من اللعب يتمكن اتحاط طنجا من اقتناص ضربة جزاء نفدها بنجاح لعب الوسط المهدي النغمي شباب أطلس خنيفرا لم يقوى على العودة في اللقاء لتنتهي المواجهة بفوز اتحاط طنجا بهدف نظيف الرياضة كانت أخر أوراق هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين الجنسة الختامية للدورة الافتتاحية الثانية والعشرين لجامعة مليع الشريف بالرشدية تصلت الضوء على دور جرالة المغفور لها الملك الحسن الثاني في بناء دولة الحق والقانون تأشيرة من أجل الموسيقى مهرجان بألوان موسيقية تسعى إلى ترويج للموسيقى البديلة وتشريع المواهب الصاعدة وطنياً إفريقياً وعالمياً انتاج النخيل بتقنية زراعة الأنسج قيمة مضافة تمكن من تحقيق أصناف تمتاز بالجودة والخلو من الأمراض والروبورتاج تابعناه من الواحة أرفو المغرب التتواني يفوز خارج ميداني على نهضة بركان بهدفين لواحد واتحاد تنجا ينتصر على الضيفي الشباب أطلس خنفرا برسم الدورة التاسعة عن البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول موسيقى تقام النشر يشكروا بقاءكم معنا مشاهدين إلى الغد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر